اشتركوا في القناة بمزيد من الانتهاكات السيداف موقع للميليشيات في الضالع وسقوط قتلى وجرحة وتقدم جديد للقوات الحكومية في باقى بصعدة السلام عليكم ورحمة الله تصعيد متواصل في الحديدة وانتهاكات يومية ترتكبها بحق المواطنين في المدينة وريفها فضلا عن الاستهداف المتواصل لمواقع القوات المشتركة متحدية كل محاولات السلام شهدت جبهة الساحل الغربي تخريج دفعة جديدة من أبطال العمالقة الذين انضموا إلى صفوف القوات المشتركة بعد أن استكمل تدريب وتأهيل أفرادها في كافة المجالات القتالية والتعبوية بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بإعادة ثورة المباركة تخرجت الأربعاء دفعة جديدة من أبطال اللواء السابع عمالقة وانضمت إلى صفوف القوات المشتركة بعد أن استكمل أفرادها الدورة التأهيلية بتفوق والذين أثبتوا قدرة عالية على استيعاب البرامج التدريبية المختلفة في كافة المجالات القتالية والتعبوية وتزامن تخرجهم مع احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية الخالدة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أكد أن هذه الدفعة الجديدة ستمثل إضافة نوعية لمنتسبي اللواء السابع عمالقة الذي كان لهم دورا كبيرا في معارك تحرير الساحل الغربي حيث تلقوا خلال فترة التدريب العديد من المهارات القتالية من خلال مدربين متخصصين في كافة المجالات العسكرية ومن ذوي الكفاءات العالية والخبرات المتميزة في ساحات القتال بعد تسليحهم بالمهارات القتالية العالية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب بما سينعكس على أدائهم في أرض المعركة أكان في الصحاري أو الجبال أو داخل المدن هذا وقد انطلقت الدفعة الجديدة من المقاتلين إلى الصفوف الأمامية للقيام بواجبها الوطني مزودة بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات القتالية النوعية التي تمكنها من سحق العدو ووضع حد لتصعيداته وإرغامه على الامتثال للعملية السلمية كما أن المرحلة القادمة ستشهد تخرج العديد من الدفعات القتالية المحترفة والتي سيكون لها دور مهوري في عملية معركة شعبنا ضد عصابة الحوثي الكهنوتية وسيمثل التحاق هذه الدفعة بزملائهم في اللواء السابع عمالقة ورفاقهم أبطال المقاومة المشتركة إضافة نوعية في معركة شعبنا التي يخوضها للانعتاق من محاولات إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء من جانبهم عبر الخريجون عن اعتزازهم وفخرهم أن يتزامن تخرجهم مع احتفالات شعبنا اليمني بأعياد الثورة اليمنية التي قدم فيها الثوار الأحرار التضحيات الجسام من أجل الانعتاق من الحكم الإمامي المتخلف والاستعمار البغيط متعهدين بالدفاع عن النظام الجمهوري ومكاسب الثورة اليمنية والسير على نهج الشهداء في الساحل الغربي وفي مختلف جبهات القتال حتى تحرير كل شبر في أرض اليمن من براثن عصابة الحوثي الكهنوتية والدفاع عن كرامة وعزة الشعب اليمني متوعدين بإفشار كل المؤامرات التي تحيكها قوى إقليمية وتنفذها أدواتها المحلية المتمثلة في ميليشيات الحوثي وبأنهم سيكونون الدرع الواقي الذي تتحطم على صخرته كل المخططات الإجرامية التي تستهدف وطننا وشعبنا أفشلت القوات المشتركة هجوما حوثيا واسعا في حيس وأحبطت تسللا في الفازة في إطار تصديها لخروقات الميليشيات ورصدها الدقيق لكل تحركاتها المريبة في الحديدة ومدينتها خلوقات حوثية جديدة في مدينة الحديدة وريفها نبدأها من مدينة الصالح والأحياء الشرقية للمدينة حيث قصفت الميليشيات الحوثية الأحياء السكانية ومواقع القوات المشتركة باستخدام قذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 82 وقذائف المدفعية من نوع بي عشرة وبالأسلحة الرشاشة عيار 14-5 و12-7 وسلاح البيكا كما قامت قناصة الميليشيات بفتح نيران أسلحتها والقيام بعمليات قنص مكثفة ومتواصلة على مواقع أخرى للقوات المشتركة داخل مدينة الحديدة وفي مديرية حيث تسطت القوات المشتركة لعمليات قصف شنته عناصر الميليشيات بالمدفعية الثقيلة ومنها الهاون والهاوزر وقذائف بي عشرة وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14-5 وبسلاحة دشكة والأسلحة الرشاشة الخفيفة والأسلحة القناصة وخاض أبطال القوات المشتركة اشتباكات عنيفة مع الميليشيات تمكنوا خلالها من التسطي وكسر الهجوم الحوثي بكل قوة وحزم وتكبيد عناصر الميليشيات خسائر فادحة في العتادي والأرواح فيما لاذت بقية العناصر بالفرار تجر وراءها أذيال الهزيمة أما في مديرية التحيطة فقد أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيات الحوثي على مواقع القوات في منطقة الفازة الساحلية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية كما أن الميليشيات أطلقت عشرات القذائف بصورة عشوائية صوب منازل المواطنين ومواقع القوات المشتركة عقب فشلها في التسلل واستخدمت قذائف مدفعية الهاون الثقيل بشكل مكثف وعنيف أما في الجبلية فقد عاودت الميليشيات الحوثية خروقاتها وقصفت الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة شمالي المنطقة بمدافع بي عشرة والهاون ورشاشات البيكا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة كما لوحظ تحشيد الحوثي مكثف عقب استقدام الميليشيات لمئات المقاتلين والآليات نحو مديرية التحيطة تأتي خروقات الميليشيات الحوثية ضمن سعيها المتواصل لنسف اتفاق الهدنة والجهود الأممية الرامية لإحلال السلام وذلك من خلال التصعيد اليومي المتواصل والخروقات المكثفة في مقظم مناطق ومديريات محافظة الحديدة أفشل أبطاد القوات المشتركة في الساحل الغربي هجومين لميليشيات الحوثي استادف منطقة الفازة على الخط الساحلي جنوب الحديدة وحيث بالتزامن مع وصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى صنعاء في مهمة ما تزال مخرجاتها غامضة وصول غريفث إلى صنعاء لا يعني أن ميليشيات الحوثي في الحديدة ستقف عند حدها فهذه الجماعة تتعامل مع الجميع برأسين أحدهما يبتسم سياسيا والآخر يفكر كيف يبطش بكافة من عادة فكر ميليشيوي ليس بالجديد لمن خبر هذه الجماعة وتعامل معها وبالتزامن مع محاولة غريفث جر الميليشيات إلى مربع مفاوضات سلام جديد يعتقد أنه سيقام في الكويت كانت مجامع حوثية متسللة من زبيد قد تحركت إلى الفازة المطلة على البحر جنوب محافظة الحديدة محاولة طيش تزامنت مع قصف حوثي لمركز مديرية التحيطة بقذائف الهوان على منازل المواطنين ومن زبيد إلى الجراحي التي كانت ليلة الثلاثة منطلقا لهجمات جديدة على حيس التي أفشلت فيها قوات المقاومة المشتركة هجوما مرتبا بعناية تزامن مع تعشيد حوثي غير مسبوق يتوافق مع الدخول في فصل سياسي جديد ومحاولة حوثية يرى مراقبون أنها نشوة مائن طلقت حتى خابت ككل مرأة بات الحديث عن هدنة أممية في الحديدة والسوكهولم مخلفات ماض أليم جعل من هذه المحافظة في خانة لا سلم ولا حرب يتزامن التصعيد الحوثي مع خفوت تام لنجم الأمم المتحدة في هذه المحافظة التي كانت ترى فيها منطلقا للسلام الشامل في اليمن فالأجندات بحسب مراقبين قد توجهت إلى مربعات أوسع ومعي عبر الهاتف العقيد عدد الهرش من المقاومة الوطنية سيرت العقيد مرحبا بك خروقات يومية ترتكبها الميليشيات أو بالتزامن مع زيارة أخيرة تبدو مخرجاتها كما استمعت إلى هذا التقرير غامضة كيف تقرأ هذا التزامن وكيف سيتعطى الأخير مع مثل هكذا خروقات مرحبا بك أخي العزيز والسادة للمشاهدين والمستمعين لجناة اليمن اليوم كما هو الحال وكما قلنا قد تحدثنا مرارا وتكرارا في عدة نشرات سابجة عن هذا الموضوع وهي الخروقات الحوثية التي تقوم بها في داخل مدينة الحديدة وخارجها وبشكل يومي وإلى هذه اللحظة مستهدفة من مواقع القوات المشتركة والمنشآت الحيوية والأحياء السكنية ومناشر المواطنية الأمريكية تسعى هذه الميليشيات في محاولة انفاكلة منها منذ سراءة الهدنة حتى الآن إلى استعادة بعض المناطق التي كانت تحررتها القوات المشتركة منها جبل توقيع اتفاق استقهل في أواخر العام الماضي فعلى سبيل هذا القبيل على الأمم المتحدة ومن دوبها غريفة أن يتعملوا المسؤولية القانونية والإنسانية في هذا الجانب بصفتهم الرائعين الرسميين لاتفاق السويل والتي مر عليها إلى الآن أكثر على الأرض وهم الذين أخرجوا القوات المشتركة من داخل الحديدة والتي كانت على الأحجر من ميناءها وتحرير المدينة في ظل سكوت هذا السكوت هل تقرأه تواطئاً ومباركةً لما يحدث أم أن لك قراءةً أخرى حول ذلك؟ على ما تدل الأحداث بعد مرور كل هذه المتمن بعد إتفاقية السكول أن هذه الإتفاقية أو ما ي... نعم وما يسعون إليه من فوضات جادمة فهي يا أخي العزيز بمثابة السكوت القفران وإتاحة الفرص لهذه الميليشيات التي سيحتمر في غيها فكما أقول لك سابقاً على الأمم المتحدة وعلى غريفك وعلى مجلس الأمن أن يتحملوا المسؤولية في هذا الجانب نعم وأن يضغطوا على هذه الميليشيات أن ينصعوا إلى تنفيذ إتفاقية السكول ما ألم فإن أعلنوا موقفهم هذا وعجهم والبواك المشتركة ستكون بوا جبهة وتحرى الحديدة وتحرى اليمن وتنقذ المواطنين الأبريع من هذا الصلاة سيارة العقيدة عادل هرشل المقاومة الوطنية كنت معي عبر الهاتف أشكرك جزيلا الشكر في الضالة نفذت وحدة خاصة من اللواء الثلاثين مدرع عملية نوعية استهدفت تكنة لمسلحي الفعوثي في جبهة شخب غرب مديرية قعطبة وأكد مصدر ميداني أن العملية انتهت بمقتل مجموعة من عناصر الحوثي في أسفل الطريق المؤدية لموقع الخزان خلال صعودهم لتغيير خدمة الليل كما نفذت وحدة خاصة عملية تسلل نوعية أضرمت خلالها النيران في مواقع الحوثي ودمرت أسلحتهم بقنابلة يدوية ليلوذ من تبقى منهم بالفرار نحو الوادي نفذ أبطال قوات الحكومية عملية عسكرية نوعية على عدد من المواقع بمديرية باقم شمال صعدة مصدر عسكري ذكر أن أبطال اللواء 102 خاصة أو شنت هجوما واسعا بدعم وإسناد مدفعي على مواقع مختلفة للحوثيين شرق جبل شيحاط الاستراتيجي ومواقع أخرى غرب قرية المزهر جنوب شرق مركز مديرية باقم وأفادت المصادر أن الهجوم تكلل بسطرة الكاملة على تلك التباب والمواقع واسطى سقوط عشرات القتلى والجرحة في صفوف الميليشيات عبد العالم دحلان مرسلنا في كل من صعدة والجوف معي عبر الهاتف عبد العالم ماذا لديك حوض الجديد؟ نعم لا تزال القوات الحكومية أيضا تخدم معاركها باستمرار مع ميليشيات الحوثي في صعدة حق وإن كانت بسيطة وبائلة جدا وهو ما يتباطأ كثيرا من الحسن العسكري أيضا في صعدة والتقبل باتجاه معقل ميليشيات الحوثي اليوم كانت القوات الحكومية تابعة لمحور رازال عملية نوعية جدا بعد أن توقفت لأكثر من أسبوعين خلافا أيضا عن الضربات الجوية التي تنفذها بالطيران والمدسائية لمجامع مصنحة لميليشيات الحوثي كانت الهجمات والعملية قد تركزت في جبل شيحاط استعادت مواقع هامة كانت هذه المواقع تطلع على بعض المواقع العسكرية على قوات الحكومية كان هناك صعوبة كبيرة من التحرك ومن ناحية الإمداد وكذلك أيضا من التقدم وسير المعارك في جبل شيحاط استعادت هذه المواقع تفتح أيضا لقوات الحكومية خطوط مواقعات جديدة مع ميليشيات الحوثي والوصول إلى مركز مدير التباقل الآن بات ميليشيات الحوثي محاصرة في هذه المنطقة المحصورة هي منطقة ضئيلة جدا تتمركز فيها ميليشيات الحوثية وغالبا ما تحتني أيضا في المدنيين المتواجدين في المركز مدير التباقل أيضا كانت الهجم الأخرى لمحور أطول العدوانية واثنين التدالي العميد يسر سطاعة قوات الحكومية أن تنفذ هجوم مباغة على مواقع قريبا من قرية المزهر وهي عملية أيضا تكللت العمليتين بنجحتان وسقطا من ميليشيات الحوثي عشر القتل كان هناك بعض حسن مصادر عسكرية من الألوية كانت هناك أنغام كثيرة قد زرعتها الميليشيات على أطراف هذه المناطق ما كانت صعوبة لتقدم القوات الحكومية بشكل كبير جدا وحفاظا على الأفراد القوات تكفت بهذه المواقع التي سيطلت عليها واستعادت أيضا مجمع من الأسلحة وكانت هناك سقوط عشرة القتل أيضا كان هناك سقوط في سقوط من أفراد القوات الحكومية بعض الشهداء والجرحة لكن غالبية القتلة كانت ثلاثة بعميليشيات الحوثي ترافقت أيضا مع هذه العمليتين تحليق كثيرة مكتفة لطيرنا الأباتشي وكذلك أيضا للمدفعية ومقاتلات الجو استهدفين شكرا وكذلك أيضا تجمعات وبعض أيضا مع مركز العمليات داخل مركز ميليات باباكن عبد العالم ميليشيات الحوثي عبد العالم عبد العالم انتهى وبالآلاف خلال هذه الأشهر هي أيضا التحاول كانت تشن بعض الهجمات قبل أسابيع لكنها لم تتمكن ولم تستعبعين مواقع انتهى وقت انتهى وقت المداخلة أشكرك جزيلا شكرا عبد العالم دحلان مرسل لنا في كل المساعدة والجوف وأعتذر على مقاطعتك لضيق الوقت شكرا جزيلا لك وفي نشرتنا أيضا الميليشيات توصف المتاجرة بأراضي الأوقاف على حساب معاناة المنتفعين هذا هو محل استهداف الحواثة الذين استهدبوا المواطين وهو النائمين هذا هو الصاروخ موسيقى 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 أهلا بكم من جديد ومن جديد تعود حمد رانك إلى تعز وبشكل مخيف وتهدد حياة سكان المدينة التي تعاني كغيرها من المناطق اليمنية بسبب الحرب والحصار وانهيار القطاع الصحي وانتشار الأوبية لا شيء يتقسمه اليمنيون في حياتهم سوى الظنك بكل أشكاله فكثيرة هي الأمراض التي يصارعونها منذ بدء الحرب العبثية التي أشعلت ميليشيات الحوثي على اليمن واليمنيين حم الظنك أثارت موجة انتشار كبيرة لا سيام في محافظة تعز وهو ما أثار على المواطنين خصوصا بعد تسجيل السلطات الصحية في المحافظة أكثر من 1100 إصابة بهذا الوباء ووفاة ست حالات منذ بداية العام 2019 ومع انتشار مياه الصرف الصحي في مناطق متعددة تصبح تعز مهددة بانتشار المرض بصورة أكبر خصوصا أن هذه المستنقعات توفر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض المسبب والناقل الرئيسي لمعظم الأمراض والأوبئة وتقول منظمة الصحة العالمية أن حم الظنك هو مرض فيروسي سريع الانتشار تنقله إنث البعوض إلى الإنسان لتصيبه أعراض الحم الشديدة والصداع الحاد وألام خلف العيون والعضلات والمفاصل إلى جانب الغثيان والقي وانتفاخ الغدد والطفح وتتطور الإصابة به إلى حم الظنك الوخيمية وهي ما تسبب في أحيان كثيرة وفاة المصابين وللعام الخامس على التوالي يشهد القطع الصحي تدهورا حدا جراء الأوضاع المعيشية التي تسببت فيها الحرب وأدت إلى تفشي الأوبئة والأمراض بشكل كبير فضلا عن إغلاق عدد كبير من المرافق الصحية والمشافي في المدينة احتجزت ميليشيات الحوثي أحد المواطنين في العاصمة صنعاء واقتلته إلى الحجز بسبب تزويده لسكان الحي بالكهرباء وبأسعار مساعدة وأكد سكان محليون أن أطقما حوثية أتت لإقتياد المواطن ومولده ساعة 150 كيلو بتهمة التعدي على منطقة تابعة لأحد المتنفذين الموالين للجماعة والذين يزودون عدد من المواطنين بالكهرباء وبأسعار خيالية وأشرت المصادر إلى أن أحد المواطنين قرر تزويد جيرانه بالخدمة مقابل الشراك الشهري بواقع 300 ريال وبسعر 220 ريال للكيلو وات مقابل 5000 ريال يفرضها المزود الحوثي حال ربط الخدمة و2000 ريال اشتراك شهري للفترتين وبسعر 300 ريال للكيلو وات أي بفارق سعري يصدل 70% ورغم أن البديلة لهذه الخدمات هو الطاقة الشمسية غير أن القدرة الشرائية تمنع الكثير من اليمنيين سداد تكاليفها دفعة واحدة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشونها ناهيك عن أن الميليشيات منعت مؤخرا استيراد الألواح الشمسية بهدف ترك المجال للمتاجرين بمعاناة الناس يشار إلى أن غالبية المتاجرين بمولدات الكهرباء في العاصمة الصنعاء ينتمون إلى محافظات صعدة ويحظون بدأييد ودعم من قبل قيادة الميليشيات التي باتت مسيطرة على مفاصل الدولة منذ أن دخلت الميليشيات العاصمة الصنعاء بقوة السلاح وحولتها إلى مغانما لأتباعها على حساب المواطنين الذين يدفعون الثمن ويتجرعون مرارة المعاناة تواصل الميليشيات انتهاكتها ومتجرتها أيضا بأراضي الأوقاف على حساب معاناة المنتفعين من أراضي ومنازل للأوقاف في هدف العاصمة الصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها في إطار سعي ميليشيات الحوثي للتكسب وتمويل حربها العبثية تعمل على ابتكار طرق وأساليب عدة من شأنها أن تعود بأموال طائلة لصالحها في الوقت الذي يعاني الكثير من المواطنين الفاقة والجوع التي جلبتها لهم الميليشيات مؤخرا فرضت الميليشيات عبر وزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها على ملاك الأراضي والعقارات خمسمائة ريال شهريا كإيجار أرض هذا إشعار من مكتب الأوقاف يلزم مالك الأرض بالتسديد في مدة زمنية أقصاها ثلاثة أيام يتعرض بعدها مالك الأرض للاعتقال هذه الحالة واحدة من آلاف الحالات التي تحدث في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات التي تسعى للتربح على حساب المواطنين وكسب المزيد من الأموال تحت حجج وذرائع تعمل على اختلاقها وتسعى عبر مشرفيها وعناصرها لتنفيذ مشاريع السلبي والنهب الميليشيات كثفت خلال الأيام الماضية من حملاتها الميدانية في العاصمة صنعاء لمصادرة أموال الأوقاف من المنتفعين بها سواء أكانت أراضي أو مباني أو حتى شققا سكنية بعدما قامت بطفاعة سندات تحصيل غير قانونية ومخالفة للقانون الذي يشترط أن تكون السندات صادرة من وزارة الأوقاف في إطار تشجيع العودة إلى المدرسة وتطبيع الحياة في الساحل الغربي فتحت بل فتحت مدرسة جديدة أمام طلاب التعليم الأساسي في مديرية الدراهمي التابعة للحديدة تسعى القوات المشتركة في الساحل الغربي إلى يعادة تطبيع الحياة بتأهيل البنية التغطية للكثير من المشاريع الحيوية الهمة التي تساعد المواطنة على الاستقرار في المناطق المحررة وفي طليعتها بناء المدارس التي دمرتها الميليشيات بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حيث افتتح محافظ الحديدة مدرسة للتعليم الأساسي في مديرية الدراهمي التي تم يعادة بنائها وتأهيلها بعد أن دمرتها الميليشيات الحوثية كليا وحرم طلاب المنطقة من التعليم فيها لمدة سنتين شكر الإمارات الخير الذي قامت ببناء مدرستنا وهي كانت محطمة ومهدمة الذي جابوا لنا كراسي جابوا لنا كتب جابوا لنا دفاتة أقلام ألاوين محافظ الحديدة عبر عن الشكر الجزيل القوات المشتركة وهيئة الهلال الأحمر على إعادة بناء مدرسة الفجر الجديد وتأمينها في منطقة الطائب بمديرية الدراهمي والتي تعكس صورة جلية لحجم الدعم السخي والدور الكبير الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر والقوات المشتركة في تطبيع الحياة بالمديريات والمناطق المحررة وعلى وجه الخصوص القطاعات ذات الصلة بحياة الناس ممثل الهلال الأحمر الإماراتي من جهته أكد أن افتتاح المدرسة وتوزيع الحقيبة والزي المدرسي لمنتسبيها يأتي في إطار حملة العودة إلى الدراسة في الساحل الغربي التي دشرتها هيئة الهلال وتشمل افتتاح وتأثيث 16 مدرسة وتأثيث 10 مدارس أخرى اليوم في عزلة الطائف بمديرية الدراهمي في الساحل الغربي نفتتح مدرسة الفجر الجديد هذه المدرسة التي تم تأهيلها وترميمها وأيضا تأثيثها وفي هذا اليوم تم الافتتاح مع توزيع الزي المدرسي والحقيبة المدرسية وخلال الافتتاح تم توزيع الحقيبة والزي المدرسي للطلاب وطالبات المدرسة البالغ عددهم نحو 600 طالب وطالباء وذلك بهدف التخفيف من المعاناة عن كاه الأباء وتشجيع طلابي بالعودة إلى المدارس بعد أن حرمتهم الميليشيات الحوثية منها منذ أكثر من سنتين ضمن مشروعها في نشر الأفكار الضلة ومحاربة التعليم عادت أزمة الغاز المنزلي للعاصمة الصنعاء من جديد وعاد معها رواج السوق السوداء بشكل كبير لتزيد من معاناة المواطنين وتحقق مزيدا من الأرباح للميليشيات وقيادتها سياسة تجويع وتطويع عن طريق الحرمان نهج سلكة الميليشيات الحوثية فها هي تواصل التلاعب بمادة الغاز المنزلي وصار الحصول على استوانة غاز هما كبيرا يؤرق المواطنين في مناطق سيطرتها صنعاء لا تزال تعيش على وقع أزمة جديدة خانقة في الغاز المنزلي في وقت تتوفر استوانات الغاز بكميات كبيرة في السوق السوداء ولكن بأسعار مرتفعة تفوق قدرة المواطن الشرائية خاصة مع الوضع المعيشي المأساوي لغالبية الأسر حيث وصل سعرها إلى 11 ألف ريال المواطنون الذين وقفوا في طوابير طويلة تنعا لهم يحصلون على استوانة غاز في وقت تستمر الميليشيات في احتجاز مقطورات الغاز في عمران وذمار وعدم استماح بدخولها ضمن خطة لبيعها في السوق السوداء ميليشيات الحوثي سبق لها وأنفرضت مبلغ ألف ريال على سعر استوانة الغاز المنزلي وكلفت عقال الحارات المعنيين ببيع استوانة الغاز للمواطنين بتحصيل مبلغ خمسة آلاف ريال عن كل استوانة غاز بحيث تذهب الزيادة السعرية لصالح ما تسميه المجهود الحربي تعسفات حوثية وابتزاز للمواطن الذي يعاني من وضع اقتصادي يزداد تدهورا كل يوم خصوصا مع وقف الميليشيات رواتب العاملين في القطاع الحكومي وانقطاع مصادر الدخل في القطاعات الأخرى نبقى الآن مع الملف الاقتصادي جولة اقتصادية جديدة وتتركز على الشأن المحلي حيث دعا دراسة اقتصادية متخذية القرار في الحكومة إلى العمل على تعزيز الجوانب الإيجابية لتدخلات البنك المركزي والتقليل من الآثار السلبية وتصحيح الاقتلالات كافة وتدليل الصعوبات التي تعيق عمل البنك في تحقيق أهدافه وتمس استقلالية وفي مقدمة استقلال سعر العملة الوطنية وإعادة توحيد الإدارة والسياسة النقدية لإنقاذ الريال من الانهيار المتواصل يأتي هذا في وقت ما يزال الريال اليمنية ترنح أمام الدولار خصوصا بعد تجاوزه سقف الستمائة ريال سلمت الكويت تبرع عمليا بقيمة 12 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للمساهمة في دعم برامج الإنسانية في اليمن وقال مدير مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن هذا التبرع سيساهم في توفير المأوى المناسب للنازحين ورعاية اللاجئين القادمين إلى اليمن من الصومار ومنطقة القرن الأفريقية إلى ذلك أكد سافر الكويت في الأمم المتحدة أن هذا الدعم المخصص لليمن تم الاتزام به أمام المؤتمر المانحين في ربيع العام الماضي بالأمم المتحدة في جينيف دعا خبراء اقتصاديون إلى جعل الاحتفال باليوم العالمي القهوة محطة لإعداد أفكار عملية لإعادة البن اليمن إلى الصدارة من جديد نظرا لما يمثل من أهمية تاريخية ورمز للبلاد وتميزه بجودته العالية وأضف الخبراء أن اليمن يستطيع جمع عائدات تصل إلى مليار دولار سنويا من مبيعات البن فقط وأكدوا أن تحقيق ذلك يتعلق بدراسة القيمة الاقتصادية للبن ومحاولة التغلب على معاوقات زراعته مثل ندرة المياه وقصور الأساليب الزراعية المتبعة في إنتاجه وتوفير الوقود اللازم للزراعة وتغفيذ أسعاره ارتفعت أسعار وايتات المياه بمبالغ خيالية بمدينة إباح حيث وصل سعرها إلى 20 ألف ريال للوايت الواحد وقالت مصادر محلية أن الوايتات تنتظر دورها في محطات بيع المشتقات النفطية بسبب عدم الديزل وذكرت المصادر أن المواطن المغلوب على أمره أصبح عجزا عن شراء الماء الذي عجزت مؤسسة المياه عن توفيره في موعده وأصبح المواطن في ظل عجز السلطة المحلية بين سندان المؤسسة ومطرقة مالكية الوايتات وأخيرا يشهد المعدن الأصفر اتفاعا كبيرا في أسواق الذهب اليمنية حيث وصل سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولا في اليمن إلى 24 ألف وتسعمائة وخمسين ألف وستمائة وخمسين ريال للبيع وتراوح سعر جرام عيار 18 ما بين 19 ألف وتسعمائة وخمسين ريال للشراء و21 ألف وتسعمائة وخمسين ريال للبيع فيما وصل سعر جنيها الذهب إلى 199 ألف وخمسمائة ريال للشراء و22 ألف وخمسمائة ريال للبيع وعز صاغة نادر ارتفاع نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال يمني إلى مستويات قياسية يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداده لخوض مباراته الهم أمام نظره الأسبكي لرسم الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة لكاس أسيا وكاس العالم المقبلين يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداده الجاد والمكثف لخوض مباراته الهم أمام نظره الأسبكي لرسم الجولة الثالثة من تصفيات المزدوجة لكاس أسيا الصين وكاس العالم قطر 2022 والتي ستقوم في العاشر من الشهر الجاري في إطار المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات السعودية وفلسطين وسنغفورة ويتوقع أن تغادر بعثة المنتخب خلال الأيام المقبلة للعاصمة الأسبكية تشقن بعد إنهاء المعسكر الخارجي الحالي الذي يقام في مدينة الرياضة السعودية لمدة قاربة ثلاثة سابيع منذ الخوض أية مبارات تجربية منذ مباراته الماضية في البحرين أمام المنتخب السعودي والتي أفضت إلى تعادل إيجابي ثمين بهدف لكل منتخب ووضع الجهاز الفني بكيادة المدرب الوطني السامن عاشر لمسات النهية للشكل الفنية التي سيخوض بها المباراة للخروج بنتجة إيجابية أمام نظيره الأسبكي خاصة في ظل رغبة المنتخب الأسبكي تعويض خسارته أمام نظيره الفلسطيني في الجولة الأولى بهدفين دون رد والتي أدت إلى الإطاحة بالمدرب هوكتر كوبر ومحاولة منتخبنا موصلة تحقيق النتائج الإيجابية للمنافسة في هذه المجموعة بعد تعادلين أمام كل من سنغافورة والسعودية ويغيب للإيقاف عن شكلة المنتخب الوطني الأول في إمباراته المقبلة أمام المنتخب الأسبكي مهاجمي البارز محسن القراوي صاحب أجمل هدف أسيوي في التصفيات خلال الجولة الماضية ويتوقع أن يلعب المهاجم أحمد السروري كرأس حربة بدلا عنه بعد اعتماد النعاش عليه كلعب وسط في الطرف العيمن من الملعب في المباريات الماضية وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن سامي النعاش قد استدعى سبعة لعب جدد استكر على ثلاثة منهم وهم عصام الورافي وعلي العبسي وفيصل باورموز لتعزيز المنتخب بدماء شابة في بعض المراكز خاصة خط الظهر وتعويض غياب المحترفين عبد الواسع المطري ومحسن القراوي بناد النهضة العماني عن معسكر المنتخب وسيلتحقون مباشرة بالبعثة وفي الجمال نعاية اليسار حاول منتخب اليمني الآن بهجمة تم المشوار حاول فترع المربع شايد الله كل صالح المنتخب اليمني ويتصدر المنتخب السنغفوري هذه المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز على نظير الفلسطيني وتعدل أمام منتخبنا ويحتل منتخبنا المركز الثالث فيما يتقاسم المنتخب الأوزبكي والسعودي مؤخرة هذه المجموعة بنقطة واحدة لكن بفارق مباريات حيث لعب المنتخبان حتى الآن مباراة واحدة فقط منذ انطلاق هذه التصفيات ختام النشر تذكير بأبرز ما ورد فيها تخرج دفعة جديدة من قوات العمالقة لتعزيز القوات المشتركة في الساحل الغربي ميليشيات الحوثي تضاعف خروقاتها في ظل صمت مريب شجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات استهداف مواقع عدل ميليشيات في الضالع وسقوط قتلى وجرحة وتقدم جديد للقوات الحكومية في باقى بصعدة انتهت نشرتنا ولكن بإمكانكم المتابعة للبث الحي عبر موقع القناة في امان الله اشتركوا في القناة